يعتبر التاريخ الأندلسي أحد أهم فترات التاريخ الإسلامي وده لأنه بيمتد لـ 800 سنة عاشت فيها الأندلس سنوات قوة ومجد وفتحات وسنوات ضعف وتفرق وفي النهاية يسقط الأندلس النهاردة هنتعرف على أولى محطات تاريخ الأندلس وفتحها أطلالرمزن ديستاملن مصال مصامل هنالبالول مكتنجين أدام يالبال مكتنجين دخل الإسلام إقليم المغرب أو الشمال الأطلال سنة 22 هجريا ولكن سيطرة المسلمين على الإقليم كانت ضعيفة وده بسبب ارتداد طبائل البربر عن الإسلام أكثر من مرة إلى أن تم تعيين موسى بن نصير والي على المغرب بدأ موسى بن نصير بدراسة أسباب ارتداد المغرب عن الإسلام والحقدان السريع للمغرب فوجد أن فيه سبب بين رئيسيين الأول أن الولاء كانوا بيفتحوا البلاد فتح سريع بدون تأمين ظهرهم وده بيسهل الإنقلاب عليهم أما السبب الثاني فهو عدم فهم البربر لرسالة الإسلام بشكل صحيح بدأ موسى بن نصير بفتح المغرب ببطء وفي نفس الوقت طلب علماء من الشام والحجاز لتعليم البربر للإسلام وفي خلال ست سنوات قدر موسى بن نصير أن يسيطر على كامل الشمال الأفريقي وينشر الإسلام بين البربر بل أن قوام الجيش الإسلامي أصبح من البربر تمكن موسى بن نصير من السيطرة على إقليم المغرب واللي كان دائم الاضطراب يوضح براعة موسى بن نصير الإدارية والحربية وبعد فتح المغرب بدأ موسى بن نصير بالاستعداد لفتح الأندلس وقبل فتح الأندلس محتاجين ناخد نظرة سريعة على تاريخ الأندلس فأواخر القرن الرابع الميلادي قدر القوت الغربيين بقيادة ألاريك من السيطرة على القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية وبقوا يحكموا مناطق جنوب فرنسا وشمال شفه الجزيرة الأيبيرية باسم الإمبراطورية الرومانية لغاية سنة 467 استقل القوت عن الإمبراطورية الرومانية وحكموا الأندلس في فترات تاريخية مختلفة وقبل فتح الإسلامي في فترة قليلة استولأ أحد قادة الجيش لذريف على السلطة وعزل الملت غيطاشة وفرد ضرائب بشكل كبير جدا وكان حكمه استبدادي وكان فيه حالة من الفساد الاجتماعي والفقر وعدم الاستقرار نرجع تاني لموسى بن نصير والاستعداد لفتح الأندلس أثناء دراسة موسى بن نصير لفتح الأندلس وجد أنه قدامه عدة عقبات أول عقبة وهي قلة السفن وده بسبب أن أغلب معارك المسلمين كانت برية والمعارك البحرية كانت قليلة وبسبب وجود حاجز بحري لعبور الأندلس كان المسلمين في حاجة ملحعة للسفن العقبة الثانية هي مدينة سابتة واللي كانت تحت حكم نصراني اسمه يوليان وكانت ليه علاقة طيبة بملك الأندلس السابق غيطاشة فخشي موسى بن نصير أنه يتوجه لفتح الأندلس ويترك خلفه مدينة سابتة فيتعرض للغد العقبة الثالثة قلت عدد المسلمين وكثرت عدد النصارى واحتمال ابتداد البربر عن الإسلام أثناء خروج الجيش للأندلس العقبة الرابعة والأخيرة أن الأندلس أرض مجهولة للمسلمين وغير كده الأندلس مليئة بالجبال والأنهار وده يخلي فتحها بعدد قليل وعدم معرفة جغرافيا الأندلس أمر مستحيل وبالرغم من العقبات اللي ذكرناها بدأ موسى بن نصير بالاستعداد لفتح الأندلس فبدأ ببناء موانئ على السحر الأفريقي لتشييد السفن وبدأ بتعليم البربر للإسلام بصورة صحيحة ومكثفة عشان يمنع التداد البربر ويحشد قوتهم للجيش الإسلامي وأمر بتعيين طارق بن زياد قائد على الجيش والدالة حكم مدينة طنجة وتعيين طارق بن زياد كان لسببين أساسيين السبب الأول هو كفاءته الحربية والسبب الثاني أن طارق بن زياد من البربر فيقدر يتواصل مع البربر واللي كان جزء كبير من الجيش وبالإضافة لإتقانه للغة العربية وبالرؤم من محاولات موسى بن نصير لتجاوز العقبات إلا أن بعض العقبات ما قدرش موسى بن نصير أن يتجاوزها وهنا يأتي تدبير رب العالمي يوليان وجد نفسه محاصر من المسلمين وسقوطه أمر قريب ويركد علاقة يوليان بملك القوت لودريق سيئة وده بسبب عزل الملك السابق غيطاشا وفي بعض الروايات بتقول أن السبب الرئيسي لسوء العلاقات ما بينهم هو أن لودريق اتصب بنت يوليان وده خلاه يقسم على الانتقام منه أرسل يوليان رسالة إلى طارق بن زياد بيعرض عليه بعض الأمور أهمها التنازل عن مدينة سابتة ومنحها للمسلمين إمداد المسلمين بالمعلومات عن أرض الأندلس وبالسفن لنقل المسلمين أما المقابل اللي طلبه هو أراض الملك السابق غيطاشا اللي صدرها لودريق أرسل طارق بن زياد إلى موسى بن نصير بالخابر وبعدها استأذم موسى بن نصير بفتح الأندلس للخليفة الأموي الوليد بن عبد المالك واللي بدوره وافع على الفتح شرط أن يختبر بلاد الأندلس قبل الفتح ولما وصلت رسالة الوليد لموسى بن نصير جاهز السارية من 500 رجل على رأسهم طريف بن مالك لاستطلاع الموقع اللي هينزل فيه الجيش الإسلامي وبعد سنة كاملة وبالتحديد سنة 92 هجريا الموافق 711 ميلاديا توجه طارق بن زياد بجنوده لفتح الأندلس وده اللي هنشرحه الحلقة القادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر